لا كلا إسرائيل لا كلا إسرائيل ممثلوا الأحزاب الحاكمة في العراق يهتفون ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني بعد إقرار البرلمان قانونا يجرم التطبيع وكأنهم انتصروا لمبادئ أحزابهم تلك الأحزاب التي تحمل سجلات تاريخ قدرا كبيرا من تخادمها مع الكيان الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة التي يزعمون كذلك معاداتها فأحزاب السلطة ذاتها تحالفت مع اليمين الصهيوني وإدارة بوش لاحتلال العراق عام 2003 وبحسب مراقبين فإنه لا يخفى على مهتم بالشأن العراقي أن هذه الميليشيات وإن كانت تتلقى تمويلها من موازنة العراق فإنها تدين بالولاء للنظام الإيراني وتنفذ أجنداته في المنطقة وما رفع شعارات المعادات لإسرائيل إلا استثمارا لأوراق اللعبة السياسية في التنافس وصراع النفوذ في منطقة الشرق الأوسط بينما التعاون مستمر في ملفات أخرى بين الجانبين المتنافسين في الميليشيات التي تمثلها بعض أحزاب السلطة في العراق منتشرة في الأراضي السورية منذ سنوات بأمر إيراني إلا أنها لم تطلق رصاصة واحدة ضد الكيان الصهيوني وإنما اكتفت بتنفيذ المذابح ضد المدنيين من الشعب السوري دعما لنظام بشار الأسد ولم تدخل بأي صراع مع إسرائيل التي تمطر هذه الميليشيات بشكل شبه يومي بالصواريخ ولا رد يذكر وإذا كان الحديث عن نظام طهران فلا مفر في هذا السياق من ذكر ما سميت في عام 1985 بفضيحة إيران كونترا حيث وافقت الإدارة الأمريكية على إمداد طهران بنحو أربعة ألاف من صواريخ تاو المضادة للدروع عبر إسرائيل لمواجهة القوات العراقية أثناء الحرب الدائرة آنذاك وبالفعل وصلت شحنات من الصواريخ عبر إسرائيل قبل أن تنكشف الصفقة وتودي بالمستقبل السياسي للرئيس الأمريكي رونالد ريغا ويؤكد مهتمون بالشأن العراقي أن زعماء الأحزاب الذين يتغنون اليوم بمعادات التطبيع هم أنفسهم الذين طالبوا المحتل الأمريكي بحل الجيش العراقي برغم ما كان له من دور بطولي في كل الحروب ضد الكيان الصيوني الأمر الذي يكشف كم من هائلا من النفاق السياسي يمارسه هؤلاء ويحاولون به خداع الشعب العراقي ترجمة نانسي قنقر